عجبني جدا تريزيجي بصراحة تريزيجي النهاردة احرز هدف اول اهدافه مع نياد الرايان القطري وصنع هدف في اول 15 دقيقة وهي دي الكور مشاء الله المباراة اللي فاتت احرز هدفين ناس هتقولك ده بتسوانا مش فرقة قوية جماعة اللعيب المباراة بتجيب له ثقة رايح طبعا عنده نشوت الانتصار كسبان مع منتخب ماص حاطت هدفين احساسه على المرمى جاهز رايح في وسط نادي وفي وسط زميله وفي وسط المدربين وفي وسط المدير الفني عنده ثقة حتى استقبال اللعيبة ليه واستقبال الجهاز الفني هو داخل كده مبسوط برضو محقق هدفين ومحقق فوز مع منتخب ماص عنده ثقة عنده الاحساس بالملعب عنده احساس بنشوت الانتصار بقى عنده الجرأة فظهر بشكل كويس وديه دايما حاجة مميزة ان انت في البداية المشوار بتاعك ان انت بتحرز هدف وبتصنع هي دي الكورة طالما بدأت صح اشتغلت صح وعندك الاسرار والعزيمة ان انت تعمل شغلي كويس بتزهر بالمستوى عجبني ترزيجيه في الفترة الاخيرة بصراحة وانا باعتبره بصراحة من افضل اللعيبة في الفترة الاخيرة سواء مع المنتخب من ناحية زي ما بتالي كده القوة الشخصية عجبني ان هو بقى عنده دافع كبير جدا سواء بيلعب في تركيا سواء بيلعب في قطر سواء بيلعب مع المنتخب الدافع بتاعه مستمر الاجواء بتاعته عايز عايز يبقى كويس عشان كده دايما كل جميل الكورة مصاب مختلف انتماءاتها بتحترم ترزيجيه رغم ان انا اقول لكم بصراحة هو مش واخد حقه ودي انا اقوله هو ممكن ما بيحبش ال ما بيحبش السوشال ميديا حتى كان فيه حوار ما بينه وما بينه من فترة من ترزيجيه من القعبة اللي انا بحبها جدا ودايما كان فيه تواصل يعني اه وكلمت في الموضوع ده قبل كده ليه ما بتبقاش موجود على السوشال ميديا وبتظهر هو ما بيحبهاش حتى لو تلاحظوا حتى على انستجرام تليه موظم البوستات اللي بينزلها او الفيديوهات اللي بينزلها وليل اول لما يفتح الكومنت يمكن اغلبية الفيديوهات اللي بتبقى موجودة قفل الكومنت هو ما بيحبش مجرد ان هو ظاهر ما بيحبش يخش في اجواء حد مثلا يتكلم عليه كلمة هو دي شخصيته ترزيجيه لو كان مهتم في الفترة الاخيرة او من ساعة بدايته بالسوشال ميديا حاليا كان يبقى ليه مكانة كبيرة جدا هو ليه مكانة على فكرة بس حقيقة مش وقت حقه لان هو من اللعب المجتعة ده لعب مركز لعب هو تركيزه في الملعب مش فارق معه السوشال ميديا مش فارق معه الناس تتكلم فيه بس هي دي شخصيته فيه ناس بتحب السوشال ميديا وفيه ناس ما بتحبش السوشال ميديا بروكلي ترزيجيه نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك دوامل دوامل النجاح لانك انت من اللعبة الكويسة جدا واثبت وجودك حتى بعد اصاباتك وبعد الظروف اللي انت مرت بيها وبعد المشاكل اللي داخل الملعب من ناحية اصاباته ابتعادك بس دايما عندك اللي ما شاء الله اللي احساس جوا الملعب وعندك ثقة في نفسك وعندك ثقة في زمالك تستمر ان شاء الله بإذن الله وربنا يوفقك وترزيجيه من اللعبة اللي الناس بتحترمها وبتقدرها